السلام عليكم ورحمة الله رح نكمل وياكم رياضيات للصف الرابع العلمي بعدنا بصفحة 45 تبرينات 3 و 1 حليننا سؤال الأول سؤال الثاني كليته وسؤال الأول همات كليته حنحل سؤال الثالث يقول اكتب كل من العبارات الآتية بشكل يكون المقام فيها واحد ولا تكون تحت الجذر مستخدما الأسس هسا ناخذ ألف يقول بي سي على دي وهنا دي لا يساوي صفر فش نقول الحل الحل أقول حسب القانون نقول بي سي على دي يساوينا بي سي دي سالب واحد إذن هذه عبارة صحيحة هذه ألف ناخذ با ناخذ با با يقول واحد على بي س خمسة وهنا بي لا يساوي صفر زي البا نقول هم حسب القانون واحد على بي س خمسة يساوينا بي السالب خمسة أيضا هذه عبارة صحيحة الجيم الجيم يقول لي جذر أس خمسة أكس أقول جذر أكس أس الخمسة يساوينا أكس واحد على خمسة واحد على خمسة إذن هذه همات واحد على خمسة هسا فرع أخذنا ألف و با وجيم هسا ناخذ دال أيضا عبارة صحيحة نقول دال أربعة بي تربيع على بي تربيع س السالب ثلاثة وهنا بي لا يساوي صفر إذن فرع دال نقول أربعة بي تربيع في بي وس سالب ثنين في س وس ثلاثة ويساوينا أربعة بي وس ثلاثة ولحظة أربعة س أربعة س هنا أربعة س بي اثنين ناقص اثنين ها عيني ويساوي أربعة اثنين ناقص اثنين طبعا يساوينا أربعة س وس ثلاثة بي السفر ويساوينا أربعة س تكعيب أربعة س تكعيب ويساوينا واحد على بي تربيع واحد على بي تربيع زائد س تربيع لا لا نبقى هنا هذي بس هي تي لأن أربعة س تكعيب وبي السفر ويساوينا أربعة س لأنه نكتفي أربعة س ثلاثة لأنه مسالب هذا فرع دال ننتقل إلى النقطة ه ه يقول لي ه واحد على بي تربيع زائد س تربيع الحل ش نقول الها نقول واحد عليه بي تربيع زائد س تربيع يساوينا بي تربيع زائد س تربيع يساوينا يساوي نقول سالب واحد إذن هذه عبارة صحيحة هس هذي ه ننتقل إلى واو الواو آخر واحد جذر ثلاثة تكعي بي X في جذر X بس أربعة وهنا X أكبر أو يساوي من صفر الحل ناخذ نقول جذر X في جذر X تكعيب في جذر X أربعة يساوي نه X 1 على ثلاثة في X 1 على أربعة ويساوي نه X 1 على ثلاثة زائد واحد على أربعة نقول ويساوي X ثلاثة زائد يعني أربعة فيه ثلاثة اثنعش لوحد المقامات ستصير سبعة على اثنعش نقول واحد أي سبعة على اثنعش لهنا ويخلص السؤال الثالث سبعة لنسعش